علشان الكبدة تبقى طرية معكم يا جماعة ومستوية ومش متفلة زي ما بيقولوا اللي هي ايه لما تكلوها كده تحسوا انه مش بيهاش طعم الكبدة اساسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال كل سنة وانتوا طيبين خلاص العيد على الاواب ربنا يا رب يعود الايام عليكم بخير وفي صحة وسعادة ان شاء الله المهم بصوا النهاردة الوصفة بتاعتنا بقى مش وصفة عند الحمام لأ النهاردة يعني هننزل شوية كده ايه للمطبخ ندي المطبخ بقى حقه النهاردة الوصفة بتاعتنا اول حاجة بتعملوها في الدبيحة الكبدة زي ما فيه كبدة اسكندراني فيه بقى كبدة انا عملت بقى كبدة نوع جديد كده اختراع يا كوتش وسميتها بقى الكبدة الوحاتي ما احترم ان بقى لكل اخوات الاسكندراني هي يعني قريبة برضه من الكبدة الاسكندراني بس انا بستخدم فيها يعني انت لو عندك شوية كبدة صغيرين زي اللي عندي كده انتم معارفين يعني الكبدة بتاعت الدبيحة متبقاش كتير قوي اه فاحنا عايزين نعمل منها وليمة يعني ممكن ربع كيلو كبدة كده هنعمل منه يعني ايه اكلة محترمة تمام انا هنا عندي طبعا زي ما انتم شايفين كده صراحة ما وزنتش يعني دي حتة كبدة ودي لحمة ماشي لحمة اه لحمة هنعمل الكبدة من اللحمة مع اللحمة حاجة كده تحفى وعندي ده فلفل هريسة وده توم وده بصل طبعا مفروم وده مادة دهنية زيت بقى عايزين تحطوا زيت بس انا بحب الزيت مع الكبدة بيبقى حفلة عايزين تحطوا مع حتة زبدة تمام اه سامنة تمام برضو عايزين تحطوا سامنة برضو اللي تحبوه هحط بقى معاه ايه البصل المفروم بالشكل ده يعني كميها كده محترم حلوة اه بصل وبعد كده بقى ايه هابهر البصل احط له بقى الملح والفلفل الاسود وشوية كمون الكمون بيدي بيخلي البصل البصل تطلع ريحة حلوة قوي تمام اه زي ما بقول لكم انا بعمل ليدة كبدة مع اللحمة بقى احنا دلوقتي عيلا كبيرة مثلا وعايزين ناكل كبدة ومعندي شغل حتة صغيرة هعمل اه بالتالي انا هبتقى حجيب حتة لحمة معا حتة لحمة تكون زي اللحمة انت مشوفتوها كده اي لحمة موجودة عندكم هتقضي الغرض على فكرة يعني وحتة ليا معاها وهقطع الكلام ده مكعبات زي ما انتو شفتوه بحط اللحمة مع الكبدة اللحمة بتاخد من طعم الكبدة بتحسوا انكم بتاكله كبدة مش تعرف تفرقوا بين اللحمة وبين الكبدة وبرده الكبدة بيبقى طعمها جميل او دقوا الوصفة دي مكس مالوش حال اقسم بالله لو دقتوا الوصفة دي وعملتوها عندكم في البيت هتلموا عليكم متجيران كلهم طبعا هنقلب البصل كويس جدا ان انا حطيت طبعا انا زي وانتوكم اللمالح والفلفل والاسود والكمون بس ما بحطش غير كده ممكن لما احط الكبدة احط شوية جنزبيل لبودرة بس طبعا انا البصل اكترت هتتبل معي حطت لها ايه حتة الليا دي الليا دي على فكرة يا بنات او يا جماعة الليا دي بتبقى جاية مع الكبدة مع الوزنة بتاعت الكبدة نفسها هنفضل طبعا بقى نقلب في الكلام ده هنحط دلوقتي الهريسة بتاعت الشطة التوم استنوا شوية علي انا مش بحب حط التوم في المرحلة دي بستنى شوية اول ما البصلة بتبقى لونها ده بكده بحط التوم اول ما رحته تبتدي تطلع بها انزل ايه باللحمة الاول هننزل الاول باللحمة مش بننزل بالكبدة لانكم انتم عارفين الكبدة مش بتاخد سوا هقول لكم برضو على سر تسوية الكبدة وعشان الكبدة تطلع معكم طرية وجميلة ومش متفلة هتعملوا ايه هقول لكم دلوقتي بس استنونا الاخر الفيديو يا ريت متنسونيش من اللايب بصوا انا هنا على الكبدة واللحمة حطها الوحدها والكبدة الوحدها والقلب بيبقى ساعات فيه كلاوية في الوزنة بتاعت الكبدة ساعات بيبقى فيها كلاوية يعني كل حاجة نحطها الوحدها على اساس ايه لان كل حاجة بتاخد سوا دلوقتي بقى في المرحلة دي بقول لكم ان انا هحط ايه شوية التوم ده القلب بصوا اهو ده القلب ودي اللحمة ودي الكبدة انا بقى جايبة نص لمونة كده هعصرها ايه دلوقتي على الكبدة ومش همسكها على فكرة الكبدة يا بنات اه ما بتتغسلش الكبدة يا دوبك اه بتتشطفوا هي على بعضها كده صراحة هي المفروض ما تغسلش خالص بس انا طبعا ما بحب بش عمل حاجة من غير غسيلة الصراحة اه بشطفها قبل ما بقطعها وبعد كده بقطعها ساعات لو انا عندي لبن بنقعها ما بخسلهاش بنقعها في لبن بتنزل السمون كلها في اللبن ده وبعد كده بشطفها كويس وبصفيها واخسلها وقطعها قصدي اه مكعبات زي ما انتو شايفين كده بحصر عليها عصرة لمون علشان طبعا تعزز الحديد اللي بيبقى في الكبدة تمام كده عشان نستفاد طبعا ايه بالقيمة الغذائية برضو لازم ندي حتة كده ايه اه عن الفواد وعن القيمة الغذائية انتم معرفين يعني خلي بالكم انا لسه محطتش التوم بصوا هي البصلة لونها دهبي انا مش عارفة هي بينها لكم غمقة كده اللي بس هي لونها دهبي في المرحلة دي بقى انا هحط ايه هحط التوم تمام كده حطيت معلقة التوم يعني معلقة صغيرة كده توم وهقلب الكلام ده كله اول ما حس ان الريحة بتدت تطلع كده ريحة التوم طبعا احنا كلنا عارفين اول ما بتبتديت كده تطلع وتفحفح لو انتم معي بقى وشمين الريحة ايه ايه ما اقول لكم مش صدقوني العيال كانوا هيفتصوا قبل ما كمل طبيق الريحة تجنن بجد اه دلوقتي بقى انزلت باللحمة ايوا دي اللحم يا جميع بصوا هديها تقليبة كده احنا عارفين ان اكتر حاجة في المواضيع دي بتاخد سوى هي اللحمة فهننزل بها في الاول هبتدي بقى قلب كل الكلام ده مع بعضه وده اللي هو القلب يعني القلب تقريبا نفس السوى اه نفس مرحلة السوى بتاع اللحمة القلب واللحمة بيستوه مع بعض اما الكبدة لأ اخلو الكبدة للاخر هقول لكم دلوقتي هنحطها امتى بالظبط افضالي بقى قلبي في الميكس ده اللي هي اللحمة والقلب قلبي قلبي فيهم كده الحاد ما تحس ان اللون بقى ايه بيبتدى يتغير معاك بصوا لون بتدى يتغير معنا ازاي اهو بصوا شكلها اساسا كده تتاكل ناية والله اهو بصوا طبعا انا بقول لكم ان الكبدة انا هنا طبعا عصرت عليها اللمونة زي ما شفتوني وغطيها كويس اهو مش هحطها دلوقتي زي ما اتفقنا هقول لكم هحطها امتى دس لازم اقلب التقليبة دي كويس جدا قبل لحد ما تحسوا ان السوس بقت يعني بصوا فيها سوس جميل كده اه هغطي عليها بقى وهدي عليها البوتاجات شوية وهنرجع يعني هقول لكم ايه هنعمل ايه تمام بصوا لما هديت عليها النار بصوا السوس بقى فيها سوس كده منها فيها بس ما تخفلوش عنها عشان ممكن تتلسع منكم تمام كده الصراحة بصوا طحفة هي كده ده لسه مستويتش خلو بقى لكم هنسيبها بقى يعني على الحال ده شوية لان انتم عارفين ان اللحمة بتغيب شوية في السوا عن الكبدة يعني انا هنا زودتها ادى نص كبات مية كده وههدي عليها النار يعني بصوا اول ما بتغلي كده ههدي عليها النار وغطيها واسيبها ايه مع نفسها كده لحد ايه محس ان اللحمة اشوف اللحمة كده لقاها استويت انتم طبعا كلنا عارفين اللحمة بتستوي ازاي اللي ما تيجي تمسكوا حتة كده وتشدوها تلاقوها بتتقسم معكم بكل سهولة كده اللحمة استوت تمام هيبصوا بتغلي دلوقتي هغطي عليها بقى واسيبها شوية كده مع نفسها انا بحب بعمل الحاجة يا جماعة على الهادي نصيحة يعني مني اللحوم عمتا اعملوها على الهادي اول ما تبتدي تغلي معاكم هدوا النار واسيبوها كده مع نفسها اي لحوم تكلوا لحمة زي العسل لحوم بقى فراخة طيور حمام اي حاجة انا بعمل معها كده تمام كده طيب دلوقتي بقى بصوا هي بتدت تنشف يعني هي تقريبا اللحمة بتدت تستوي وهي بصوا بتدت تنشف معايا هنزل بقى بالكبدة هي كده خلاص يعني كده خلاص نشفت معايا وبقت مية مية يعني اتأكدت ان اللحمة استوت واهم حاجة برضو آآ تنشف من المية اللي فيها دي زي ما انتو شفتو هتوصل المرحلة اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي هنبتدي بقى ايه ننزل بالكبدة طيب علشان الكبدة تبقى طرية معكم يا جماعة ومستوية ومش متفلة زي ما بيقولوا اللي هي ايه لما تاكلوها كده تحس ان ما فيهاش طعم الكبدة اساسا ده ليه لان احنا بنزود السوا بتاع الكبدة الكبدة لها سوا معاين او لها وقت معاين تستوي فيه دلوقتي طبعا انا حطيت الملح وحطيت آآ فلفل اسود بحط ملح وفلفل اسود فقط لا غير ممكن رشت آآ زي ما قلت لكم جنزبيل مطحوت جنزبيل بودر بمعنى اصح ماشي ممكن رشت لو عندكم جنزبيل فرش يبقى قطع كده ايه وترموها في قلب الموضوع ده كله وهتبقى مية مية دلوقتي طبعا قلبت كل الكلام ده كله على الناشف في الاول وحديها غلوة هتشوفوا دلوقتي برضو معايا السوا بتاعها خليكم بس معايا يا جريت يا جماعة ايه ما تصح صحوا كده شوية معايا اللي وصل معايا اللي حد هنا من الفيديو يا ريت ما ينسين ما ينسينيش من اللايك اللايك يا جماعة اللايك اهو قلتوا اللي عايزين وصفات طبيق قدين عملتلكم اهو طبيق عايزين حاجات للعيد عملتلكم حاجات للعيد وانتظروني كده ان شاء الله يعني برضو فيديوهات جاية ان شاء الله آآ كان فيديو كده هيبقوا حلوين اهو ان شاء يدعو لي بس ربنا يسر الحال وربنا يشفيني كده ان شاء الله نعمل لكم احلى شغل بصوا بقى دي الكبدة زي ما قلت لكم غلوة غلوة وتهدوا عليها النار حركت بالضبط ممكن يعني خمس دقايق كده وايه وتطفوا عليها النار على طول مش عايزين السوس بتاعها يبقى اتقل خلاص ما تكتروش مية بس انا كنت عايزة فيها سوس يعني كنت محتاجة الشربة دي بحبها او العيل بيحبوها اوي زي ما بقول لكم اوعوا تزود السوا اهم حاجة هم خمس دقايق ست دقايق بالكتير وتطفوا عليها علشان ما تبقاش ايه نشفة معاكم وطعمها وحش ده بقى الشكل النهائي بتاع الكبدة للأسف المقطع اللي هو كان بتاع التقديم اتحزف مني فبقى بصوا ده شكلها هي الصراحة تتاكل كده من غير اي حاجة والله